أميرة ألو أميرة أزايك ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزايك دكتورة من فضلك عندي رؤية بنت حلمت بوالدها المتوفي قال لها عاوز أكل مسأعة هي بنت كدير وبعدين بنتي نزلت عند الكلام الأطباط وحدة سبت وبناتها ثانية واحدة يا أستاذة أميرة هي بنت حضرتك عندها كم سنة عندها 29 وأنسة نعم متزوجة ولا أنسة لا جايلها عريض بس لسة يعني طيب وبعدين نزلت عند كران واحدة ست وبناتها مسيحيات وبعدين بنت نزلت حجزة سفينة عشان المصير آه تمام حجزة سفينة ومصير بس كده آه بس كده طيب شكرا لك يا أستاذة أميرة بصي بقا هو الميت يعني مش طبيعي أن يجي يطلب أكلة مسقعة أو أكلة فيها حاجة معنى كده أن فيه أمر هما زي بقولك إيه ما عملوهوش مش يعني أصديق العمال المسقعة دي عمال كتيرة ومشقة فكون أن يجي يطلب حاجة زي كده هم مقصرين في حاجة حاجة معينة مثلا صلة الرحم مش قطرين رحم خدت بالك فهو عايز حتى وكاد سقيلة عليكم اعملوها مش موصد به خالص ولمرة اتنين عايز ايه عايز صدقة طلعي له صدقة هو طالب طعام فطعمي مساكين أعم طيب نزلت عند الجيران وهو حاجة عشان دا إن شاء الله بشارة باستكمال موضوع جوازها دا لأنها هي حتتنزه يعني حتفرق حتتمتع متعة الزواج فدي بشرة ليها إن شاء الله بإذن الله بس برضو خلي بريك من اللي حواليك والعيون لأن النزول من الثلالم أصلا مش مستحب حتى لو كنت راحى لحد طيب معينا آية وعليكم السلام الحمد لله من ورانا حضرتك أنا محبيب في الله جدا جدا ممكن أكلم دكتورة صفيا أهلم بيك يا حبيب إزايك يا حبيبتي عاملة إيه إزاي حضرتك وإنت طيبة يا قلبي أنا مطابعة لك في كل مكان يا حبيبتي أقولك رؤية صغيرة ولوحشة دكتورة ما تقولها ليش لوحشة مش أنقولها ما تلاقيش هم إنتين صغيرين هقولهم بسرعة عوقت ما حضرتك بعد مقصد فضالي هي بنتي شافت رؤية قدي بنتي بنتي عندها تلاتين سنة متجوزة ومخلفة طيب تمام شافت إن هي بيت خالها شقة عمتها عمتها دي اسمها لابوية دخل في أخوها الشقة أخوها ابني ذا كبير برضو عند 34 سنة طيب فلاقيت الشقة دي فيها حاجات وحشة جدا ولي عايزة باللعب طريقة لكتين جالي بحمر شكلهم طيق جدا شافت إيه؟ شديت أخوها ونزلت على تل خليت أخوها وشدتوا نزلت ثانية واحدة ثانية واحدة يا مدام إيا اتقدت إيه نزلت الشقة لقيت إيه؟ لأ ثانية الشقة لقيت عفريت جوا الشقة عفريت؟ عفريت لابسين جلالي بحمراء خليت أخوها ونزلت بعمل شقة المفروض دي شقة مين؟ أعمتها وعلاقة بعمتها عاملة إزاي؟ لأ أعمتها دي مش موجودة في البيت من زمان يعني البيت فعلا مقفول لا مفتوح الشقة الفسلاجي الشقة دي مقفولة من زمان يعني الشقة اللي هي شافت فيها العفريت دي مقفولة ولا في حالة